السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في ربوع مصر العامرة أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرسة على الهواء أسأل الله القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى موضوع حال إثنى النهاردة إن شاء الله يكون درس قراءة بعنوان سميرة موسى تلك العالمة التي كانت رمزا جليلا لكل نساء مصر تلك العالمة التي أثبتت أن المرأة تستطيع أن تحقق الكثير والكثير من المعجزات أثبتت أن المرأة لها قيمة كبيرة جدا في تلك الحياة فالمرأة هي نصف المجتمع وهي تربي أيضا النصف الآخر سميرة موسى هي أول علمة الذرة في مصر أثبتت أن بالإصرار وبالتحدي يستطيع الإنسان أن يصل دائما إلى ما يطمح إليه تلك الصفات كانت تتميز بها العالمة الدكتورة سميرة موسى نبدأ مع بعض في درس النهاردة سميرة موسى السعي من أجل طلب العلم يحتاج إلى جد واجتهاد كما يتطلب قدرا كبيرا من العزيمة والإصرار وقبل كل ذلك لابد أن يكون الهدف واضحا وساميا وشريفا سميرة موسى فلاحة مصرية من الغربية قبل أن تكون علمة ذرة حفظت القرآن الكريم في الكتاب وتميزت بمواهب عدة منذ طفولتها وكانت تحب التصوير وكان لديها وحدة تحميد صغيرة في طبعا من مواهب العلمة سميرة موسى في منزلها وكانت الأولى على القطر المصري في الثانوية العامة يعني متفوقة منذ بداية حياتها التحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة وكان عميدها العالم الدكتور مصطفى مشرفة وكانت من جيل متميز وسوف نتناول في هذا الموضوع سيرة حياة العالمة الدكتورة سميرة موسى يعني اللي فات دا كان مجرد كده مقدمة وتعريف بسيط بتلك العالمة العظيمة هنتناول في هذا الفصل أو الفكر الرئيسية معانا في ذلك الدرس أولا سنتكلم عن مولدها ثم انتقالها إلى القاهرة ثم حصولها على الدكتوراه في وقت قياسي ثم العلم الذي برعت فيه سميرة موسى ثم بعد ذلك نرى سبب اختيارها لعلم الظرة ثم نرى أن سميرة موسى تواصل أبحاثها في الظرة وتسخرها من أجل السلام وفي النهاية تأتي وفاة سميرة موسى وتكريم مصر للعالمة الدكتورة سميرة موسى نبدأ مع بعض في الدرس بتاعنا ولدت العلمة الدكتورة سميرة موسى عام 1917 بقرية تسمى قرية سيمبو بمركز زفتة بمحافظة الغربي وأتمت حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية طبعا هنا سؤال واضح جدا ممكن نجيلي على الفقرة دي متى ولدت وأين ولدت العالمة سميرة موسى طبعا الإجابة زي ما انتم تشاهدين قدامكم ولدت عام 1917 في قرية سيمبو بمركز زفتة بمحافظة الغربي أين تلقت تعليمها الأولي؟ طبعا تلقت تعليمها الأولي في كتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن الكريم طبعا وتعلمت تقرينتها القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وقد ظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية وبدأ حبها الشديد للعلم والمعرفة وأدركت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة نعفنا برضو ممكن في سؤال جيلي على الفقرة اللي قدامنا يقول لي متى ظهر نبوغها؟ طبعا ظهر في بداية حياته في المدرسة الأولية بقرية وبدأ عليها حبها الشديد للعلم وأدركت سؤال ممكن يقول لي ما الذي أدركته سميرة موسى وماذا قررت؟ ما الأمر المهم الذي أدركته سميرة موسى منذ بداية حياتها؟ وماذا قررت؟ طبعا أدركت أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة فاتخذت قرارها مبكرا أن العلم أولى من كل شيء ومن أي شيء ثم بعد ذلك انتقلت سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة حيث أتمت تعليمها الثانوي وأصرت على دخول الجامعة وقد وافق والدها أمام إصرارها لماذا انتقلت سميرة موسى إلى القاهرة؟ كي تكمل تعليمها الثانوي طبعا القرية اللي كانت فيها أو المدينة اللي كانت فيها طبعا لم يكن فيها مدرسة ثانوية لأن طبعا كان عدد المدارس في تلك الفترة كان قليل جدا نتكلم من حوالي مئة سنة يعني انتقلت إلى القاهرة لكي تلتحق بالمدرسة الثانوية وأتمت زي ما قلنا في البداية كانت من أوائل طلاب الثانوية العامة أو على القطر المصري كله وأمام إصرارها طبعا كانت تريد أن تكمل تعليمها لأنها وجدت أن من غير الصواب أنها تضيع كل هذا التفوق ولا تدخل الجامعة طبعا في بداية الأمر والدها كان رافض دخول الجامعة ولكنه لما وجد الإصرار من ابنته طبعا قرر أو وافق على دخول ابنته إلى الجامعة ووافق أمام إصرارها وهنا يأتي دور الأسرة التي إذا وجدت أبنائها مقبلين على العلم والتعليم طبعا يقوموا بمساعدتهم كما فعل والد سميرة موسى طيب التحقت سميرة موسى بعد ذلك طبعا دخلت الجامعة جامعة القاهرة والتحقت بكلية العلوم فكانت الأولى في جميع سنوات دراستها ثم حصلت على درجة الماجستير هنا يعني لو جنا تتبعنا سيرة أو تتبعنا مراحل تفوق سميرة موسى سنجد أنها تفوقت في كل مراحل دراستها منذ أن التحقت بالمدرسة الأولية ثم بعد ذلك بالمدرسة السانوية ثم تفوقت في كليتها لكلية العلوم جامعة القاهرة فكانت الأولى في جميع سنوات دراستها طبعا عينت معيدة في تلك الكلية وحصلت على درجة الماجستير وهي الدرجة العلمية التي يحصل عليها الدارس بعد أن يتم مرحلة التعليم الجامعي وبعدها غادرت سميرة موسى مصر إلى إنجلترا للحصول على درجة الدكتوراه وحصلت عليها في مدة سبعة عشر شهرا فقط وده إنجاز قياسي للحصول على تلك الدرجة العلمية طبعا البعثة الأولى البعثة الدراسية الأولى التي حصلت عليها سميرة موسى لأنها حصلت على اتنين البعثة الأولى كانت في إنجلترا لماذا؟ لتحصل على درجة الدكتوراه طيب كان لها الإنجاز أيضا في تلك الدرجة العلمية كان لها أيضا التفوق في تلك الدرجة العلمية حصلت عليها في ما لا يقل عن سنة ونصف يعني أقل من سنة نص سنة وخمسة أشهر طبعا ده وقت قياسي جدا للحصول على تلك الدرجة العلمية التي يعني الكثير من الطلاب بيمكثوا فيها سنوات طويلة حتى ينالوا شرف تلك الدرجة العلمية ولكن ساميرا موسى لتفوقها ونبوغها الشديد استطاعت أن تحصل على تلك الدرجة في مدة قصيرة جدا وهي 17 شهرا فقط ثم تابعت دراستها من أجل الاستخدام السلمي للضر في مكافحة مرض السرطان خاصة بعد أن دخلت أمها في صراع طويل مع هذا المرض جميل جدا ده مجال الدراسة الذي تخصصت فيه العالمة الدكتورة ساميرا موسى الاستخدام السلمي للضر وأفضل شيء للاستخدام تلك العلوم هو علاج الأمراض وخاصة ذلك المرض الخبيث مرض السرطان طيب لماذا أرادت ساميرا موسى أن تتخصص في هذا المرض بالذات؟ طبعا لأن أمها أصيبت بذلك المرض اللعيم عفانا الله وعفاكم جميعا دخلت أمها في صراع طويل مع هذا المرض فأحبت ساميرا موسى أن تسخر تلك الظرة التي استخدمتها الكثير من الدول لغرض آخر طبعا غرض الحروب لكن ساميرا موسى أرادت أن تقوم باستخدام سلمي للضر وخاصة في مكافحة مرض السرطان لأن أمها طبعا دخلت زي ما قلنا في صراع طويل مع هذا المرض فأحبت أن تكون يعني كعامل يساعد هؤلاء المرضى في علاج مرضهم ثم حصلت الدكتورة ساميرا موسى على منحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية عام 1951 لدراسة الظرة بجامعة كاليفورنيا طبعا ديت البعثة الثانية التي حصلت عليها الدكتورة ساميرا موسى كانت للولايات المتحدة الأمريكية لإتمام أبحاثها وإتمام دراستها في الظرة وطبعا كان ذلك في العام 1951 بجامعة كاليفورنيا أذهلت العالمة الدكتورة ساميرا موسى العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الظرة وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا كانت تأمل أن تسخر علومها في الظرة لخير البشرية فدعت إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الظرة من أجل السلام هذا كان أمل ساميرا موسى ماذا كانت تأمل العالمة ساميرا موسى تأمل أن تسخر علومها في الظرة لخير البشرية دعت إلى عقد مؤتمر علمي في مصر يحضره كل العلماء وده من ضمن ما قامت به ساميرا موسى من أجل وطنها عقدت مؤتمر علمي حضره معظم العلماء في العالم كله لدراسة كيف يتم الاستخدام السلمي للظرة وجعلت شعار المؤتمر كله سلام الظرة من أجل السلام يعني الظرة كيف يتم استخدام الظرة من أجل تحقيق السلام للبشرية ده علمون طبعا المؤتمر ثم بعد ذلك عادت ساميرا موسى إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها ووصلت أبحاثها في الظرة واطلعت على أحدث ما وصلت إليه أبحاث الظرة هناك لماذا؟ سافرت ساميرا موسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية إيه الأسباب التي جعلتها تعود مرة أخرى إلى أمريكا؟ طبعا قدامنا لاستكمال أبحاثها لسا الأبحاث التي ذهبت لاستكمالها لم تستكمل بعد لبالاستكمال أبحاثها أولا ثانيا لتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها وده طبعا أيضا من ضمن الأعمال الجليلة التي قامت بها العالمة الدكتورة ساميرا موسى لبلدها يبقى لتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها ووصلت أبحاثها في الظرة للسبب الثالث واتطلعت على أحدث ما وصلت إليه أبحاث الظرة هناك وفي أغسطس من عام 1952 ميلادية أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة ساميرا موسى حيث هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت طبعا ده كان حادث مأساوي فقدت فيه مصر وفقد العالم كله يعني عالمة من أعظم علماء الظرة في العام 1952 لما أعلنت إحدى الصحف المصرية خبر وفاة الدكتورة ساميرا وكان سبب وفاة أنها سقطت بسيارتها فجأة من قمة جبل وماتت ولكن هل نسيت مصر ابنتها العظيمة؟ قامت مصر بتكريمها عندما منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام العلوم والفنون عدي كده معايا عشان نشوف كيف كرمت مصر ابنتها العالمة ساميرا موسى أو يجيل السؤال بطريقة تانية لم تنس مصر ابنتها العظيمة ساميرا موسى وضح ذلك أولا منحها الرئيس أو منح الرئيس الراحل اسمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات منح اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981 ثانيا أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها للتكريم رقم اثنين ثلاثة تقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998 طبعا ده التكريم رقم ثلاثة يبقى تكريم الأول اللي حصلت عليه ساميرا موسى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أطلق على اسمها أو أعطى اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1981 ثم أطلقت وزارة التربية والتعليم اسمها على إحدى المدارس في قريتها ثم تقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسم العالمة الدكتورة ساميرا موسى في قريتها أيضا عام 1998 طبعا إحنا كده أتمينا الموضوع اللي معانا له موضوع ساميرا موسى طبعا لخصنا الأفكار اللي موجودة فيه لو جينا مع بعض عشان نشوف بعض الأسئلة اللي ممكن تجيلي على هذا الموضوع الشيء سؤال الأول اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها ولدت ساميرا موسى عام 1917 ميلادية بقرية سيمبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية وتلقت تعليمها الأولي بكتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية وبدأ حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامن وأدركت ساميرا موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة ثم انتقلت ساميرا موسى مع أسرتها إلى القاهرة حيث أتمت تعليمها الثانوي سائل الأول ما معنى كلمة نبوغها وما مضاد بدأ وما معنى كلمة الغوامد وما مفردها طبعا نبوغها بمعنى ذكاؤها وممكن بمعنى تفوقها دي صح أو دي تي صح مضاد بدأ نعرف الأول معنى بدأ إيه بدأ معنىها ظهر يبقى أكيد العكس أو المضاد بتاعها يبقى اختفى معنى الغوامد الغوامد هي الأشياء المسطورة الخفية الشيء الغامد هو الشيء غير الواضح فالغوامد هي الأشياء المسطورة أو الخفية ومفرد الغوامد الغامد ده السؤال الأول السؤال الثاني متى ولدت ساميرا موسى وفي أي القرى نشأت طبعا ولدت العالمة ساميرا موسى عام 1917 لسنة الميلاد ونشأت بقرية سيمبو التابعة لمركز زفتا بمحافظة الغربية السؤال بعد كده أين تلقت ساميرا موسى تعليمها الأولي طبعا تلقت ساميرا موسى تعليمها الأولي بكتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها في المدرسة الأولية بقريتها سؤال بعد كده لماذا تركت ساميرا موسى قريتها وانتقلت إلى القاهرة يترى إيه السبب طبعا انتقلت ساميرا موسى مع أسرتها إلى القاهرة كي تتم تعليمها الثانوي والجامعي حيث طبعا التحقت بكلية العلوم وكانت الأولى في جميع سنوات الدراسة ثم حصلت على درجة الماجستير وضح كيف كانت ساميرا موسى طفلة غير عادية طبعا كانت ساميرا موسى طفلة غير عادية لأنه ظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقري وفي دراستها بالجامعة فقد كانت الأولى في جميع سنوات الدراسة زي ما قلنا قبل كده إنها كانت طفلة غير عادية تفوق كان ملحوظ وكان ظاهر للجميع حيث أنه منذ بداية الدراستة في المدرسة الأولية بقريتها ثم المدرسة السنوية ثم في الجامعة فكانت الأولى دائما في جميع سنوات دراستها فقرة كمان معانا على الدرس وأذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الظرة وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا وكانت تأمل أن تسخر علومها في الظرة لخير البشرية وليس لهدمها ما معنى كلمة أذهلت وكلمة تسخر طبعا معنى أذهلت أي أدهشت ومعنى تسخر أي تهيئ وتذلل ما الأمل الذي كانت سميرة موسى تسعى لتحقيقه كانت سميرة موسى تأمل في أن تسخر علومها في الظرة لخير البشر وليس لهدمها وبخاصة في مكافعة مرضى أو مرض السرطان ماذا فعلت سميرة موسى لكي تحقق حلمها دعت الدكتورة سميرة موسى إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الظرة من أجل السلام حيث شارك فيه كبار العلماء في العالم كيف انتهت حياة سميرة موسى في أغسطس عام 1952 كانت سميرة موسى تقود سيارتها فهوت بها فجأة من فوق قمة جبل ثم ماتت كيف كرمت مصر العالمة سميرة موسى طبعا الإجابة قد منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981 ومن مظاهر التكريم الأخرى إطلاق اسمها على إحدى المدارس بقريتها وإنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها أيضا عام 1998 هل يمكن أن تحقق البحوث في الظر الخير والسلام للبشرية؟ طبعا وضح رأيك يمكن أن تحقق البحوث في الظر الخير والسلام للبشرية حين تستخدم في مكافحة الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطة طبعا ده لازم يكون هدف من أهداف العلوم اللي يجب أن يستخدمها الإنسان العلوم دائما يجب أن تستخدم لخير الإنسان ولنفع الإنسان وليس لهدم لي وليس لهدم البشرية وأكبر مثال عندنا طبعا تلك العالمة العظيمة الدكتورة سميرة موسى التي أرادت أن تستخدم علمها العظيم ده علم الظر في شفاء الناس وده أعظم قيمة يقوم بها الإنسان في تلك الحياة وأعظم شيء يقدمه للناس أنه يستخدم علمه في شفاء الأمراض طبعا شفاء الأمراض ده يعني بيكون لذلك العالم قدر كبير عند الناس يحتل لمكانة عظيمة في قلوبهم بدل من أن يستخدم علمه في تدمير الناس وفي تدمير العالم وفي خرابه طبعا إحنا كده أجملنا موضوع سميرة موسى وتطرقنا لأهم الأسئلة اللي ممكن تأتي معنا في هذا الموضوع طيب هناخد مع بعض كده دلوقتي شوية جمل في النحو أو بعض الأسئلة على درس المنادة ودرس البدل اللي إحنا كنا طبعا شرحناهم في الحلقات السابقة عندي مثلا أنما يجي لي كلمة زي كلمة الإنسان وقال لي ضع هذه الكلمة في أسلوب نداء عندي الكلمة هنا فيها مشكلة شوية إيه هي؟ أنها بدأ بالألف والإيه؟ واللام وطالما بدأ بالألف واللام ما ينفعش إن أنا أقول يا الإنسان طبعا تبقى الإجابة إيه؟ خاطئة ولكن علشان أستخدم نداء ما فيه أل نداء ما فيه أل عندي إسلوبين هستخدمه إما أستخدم أيها وده طبعا بيبقى مع المذكر يعني لو أنا هندي عليه ده مذكر يبقى أستخدم معا إيه؟ أستخدم أيها طيب ولو مؤنس هقول أيتها طيب عندي الكلمة اللي جابها لي طبعا إيه؟ الإنسان يبقى أقول إيه؟ يا أيها الإنسان اجتهد مثلا تمام؟ ممكن أحسف أداة النداء أصلاً أقول أيها الإيه؟ الإنسان اجتهد يبقى هنا مرة استخدمت أداة النداء ومرة حزفت أداة النداء ودي صحة وديت إيه؟ صحة طيب أين المنادة بقى في الجملة هنا معايا؟ المنادة هيكون كلمة الإنسان ولا هيكون إيه؟ طبعا لا المنادة هيكون كلمة أي في المذكر وأيت لو معاني مثلا أياتها المرأة يبقى عندي كلمة إيه؟ أيت يبقى أي في المذكر وأيت في المؤنس أما من الإنسان ده يا مستر هنعرفها إيه؟ الإنسان ده هتعرض طبعا إما نعت وإما إيه؟ بدل دي صح وديت إيه؟ صح طبعا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم طب هيبقى ايه نوع المنادة هنا نوع المنادة هيبقى ايه طبعا هنا عندي المنادة هيبقى كلمة اي او كلمة ايه ايه المنادة هنا هيبقى منادة نكرة مقصودة منادة نكرة ايه مقصودة فبالتالي المنادة النكرة المقصودة احنا عارفين انه دائما بيبقى مبني على الايه بيبقى يبنى على ما يرفع به فعندي يا ايها الانسان ده منادة مبني على الضم تمام؟ يبقى عندي كلمة الإنسان هتبقى منادة إيه؟ منادة مرفوع وعلامة رفعه لإيه؟ رفعه طبعاً أضم كلمة الإنسان هتبقى نعت مرفوع وعلامة رفعه لإيه؟ الضم طبعاً مش هنقدر نعرف كلمة الإنسان إنها منادة طيب عندي لفظ الجلالة الله لما أجي أعرف لفظ الجلالة الله أو أحطه فيه أسلوب نداء هيبقى يا إما يقول يا الله بس لازم أحط الهمزة دي أو اللهم وللأسف طبعا دهامنا الوقت ولا أملك إلا أني أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل أن ألقاكم في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته